إلى الشأن الخارجي فقد طلب وزير المال اللبناني استابق محمد الصفدي في بيان أصدره مكتبه سحب اسمه كأحد المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية قائلا أنه من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الفرق السياسية وقالت وسائل إعلام لبنانية أن اجتماع محمد الصفدي مع وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة جبران باسيد انتهى بانسحاب الصفدي كمرشح لرئاسة الوزراء وانسحب الصفدي بعد أن رفض أي خيار سوى تشكيل حكومة اختصاصيين تلبية لمطالب الناس المحقة بالشارع وأكد الصفدي أنه يدعم تسمية سعد الحريري من جديد لرئاسة الحكومة دكتورة سماء مع انسحاب الصفدي بذلك تعود ربما المشكلة الأساسية في لبنان إلى المربع رقم واحد برأيك ما البدائل القادمة؟ الحقيقة أنا شايفة أن ما تفضل به السيد محمد الصفدي بأن هناك إشكالية في أن يكون فيه تشكيل حكومة بالطرقة يعني قبول من كافة الأطياف السياسية أنا شايفة أن تشكيل الحكومة يجب أن ينال رضا الميدان والصوار داخل الميدان فبالتالي أن إحنا سوف ننتج أيضا حكومة برضو بنظام المحاصصة وهذا ما لا يقبله الميدان في لبنان لكن أعتقد أن إحنا محتاجين أن الميدان اللبناني يطرح أكثر من مسمى لأكثر من رئيس حكومة وأيضا تشكيل الحكومة من التكنقراط اللي هم مدركين وعارفينهم كويس جدا أنهم ذات كفاءات في المجالات المختلفة اللي يغطي كافة الوزرات المراد تشكيلها في هذه الحكومة ده هيسهل عملية تشكيل الحكومة وفي نفس الوقت هيقلل الوقت اللي ممكن يؤخذ في اختيار الوزراء بعد ذلك من كبر رئيس الوزراء برأيك ما هي الخيارات المطروحة أمام سعد الحريري الآن؟ هل هناك خيارات متعددة أم أنه في مأزق؟ الحياة النساء عبد الحريري بيحاولوا أن هم يطرحوا اسمه مرة أخرى أنه يقوم بتشكيل الحكومة لكن أنا شايفة أن ده لن يكون مقبولا من الميدان لأن تغييق بقاء نفس رئيس الوزراء اللي تم إقالته والمطالبة بإقالته ثم فرضوا مرة أخرى على الميدان بأدى معلاء إطالة للمشكلة مش حل للمشكلة